السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاركم طيب ان شاء الله تكونوا ملاح و هنين لأول مرة يحضروا معي وعجبتهم قناتي اشتركوا ويفعلوا الجرس بشي يصلم كل ما هو جديد لأول مرة في اليوتيوب وحصريا بغيت نقدم لكم هذا الكيك الاقتصادية العجيبة هي كيك بالبيسكويت بدون لا جنواز ولا فرن ولا قالب ولا يعني بزاف حواجر استهلنا عليهم في هذا الكيك يعني اذا عندك بيسكويت وكريم شانتي والكريم كراما لذلك اللي يتباع ارواح يديري هذا الكيك يعني ما شاء الله راح تجبك بزاف تبعوا معي المراحل بالتفصيل بسم الله للصوص كرامل راح نحتاج كاس واحد انتع السكر الكاس هذا يهزم يوم خمسين ميليليتر في السوائل شوفوا ما عمرتوش بزاف بالسكر يعني متحتاجوش كمية كبيرة تقدروا يديرو حتى كاس غير ربع يعني لا خطراني يبقاتلي شوية منها هذا الصوص كرامل نحكم نقص النار خلاص كما راكم تشوفو هكا ونخليه يذوب بلاعقل خلاص يعني ما كان له تحركوه هكا مع اللو لاني حركتو بشي سخن برق ونبعد نخليه هكا نعود نحرك فيه غير بالقاملة حتى نتشوفو يعني اذا بمنو كمية كبيرة بعد بدو حركوه باش هذك السكر كامل يذوب مع بعضه يعني السخون يعني اللي ذايب يذوب الكليمهوش ذايب يعني هكا في المرحلة هذك يبدأ يذوب تقدر يتحركي هكا بشوية به يبدأ كامل يذوب اذا بشوية هكا هكا نبدأ نحرك فيه حتى نذوب يعني حتى نتحسوه باليداب كامل ما وش حتى نذوب هكا شوي و هو ما زال فيه السكر هذك يعني ما زال بيين فيه السكر لا خليه حتى نذوب مليح مليح وشهو ما يطلعش منه الدخان اذا طلع منه هذك الدخان ما نتهاره وتحرك وبعد ذات ملعقة صغير انتع زبدأ هنا مرحلة ثم ندير ثلاث ملاق من الاحسن الماء يكون دافي يعني شوفو كدرت وانا برد بزاف طار على الكوزينيارد يعني دارلي فوضى ملتوما جيبوا الماء يكون سخون مغلي و يديروا ثلاث مغارف كبار بعد المرحلة هذي تعلمان نخلوها يعني هكا لكان ما برد يعني قلت لكم شوية ممكن حتى في الذوبان يعاودي يدير يبش شوي و بعد يحاودي يذوب انتوما قلت لكم ديروا مسخون مش ميبس ما يطشطش عليكم لأولو و بعد نضيف الكريم كراميل هذي هذي نفسها اللي مبعدة نخدمو بها الكريم ما نفس هادرت بها السوس كراميل يعني تجيكم واحد السوس ما شاء الله يعني تستعملوها في جميع الاستعمالات ما شاء الله اذا بغيتوها خاثرة خاثرة مليح جيكم كيما كيما طوفيا و كيما الاخر ما ديروا لهاش المابرك يعني مباشرة نفكر و ديروا له شوية زبدة هذيك المغف صغرات على زبدة و بعد مباشرة نديروا الكريم كراميل ما ديروش خلاص الماء و اذا بغيتوها خفيفة شوي شوفوها كيتبان خفيفة ما بعد يتولي خاثرة شوي شوفوها بعض الخطورية تحتها و شوفوها تراه انتم ما حسب الرغبة تحتكم اذا تزيدوا الماء او لا انا عجبتني هيكا كاسوس يعني تلتزين مليحة دقا ننتقلو الكريمة نتاعنا هنا شريت علوش خليتها الساشي على خطر شريت بعشرة لاف انتع كريم شانتيي راح نخدم بها هذي الكريمة و عندي هذي البيسكوي و عندي الكريم كراميل هذيك و عندي يعني هذيك الباطل يكون تفرغتها قبيل درتها في السوس كراميل هذي كريمة راح نكيل بها الكريم شانتيي انا علوش راح نكيل لكم السما ما راح نشير بعشرة لاف ندير بها وبصحة بغيت نكيل لكم السما كين لي بريهكا و كين لي بيحها غالية الكريمة معناتها ممكن بعشرة لاف ما تجيكش هذي الكمية ممكن بالعكس تجيكم اكثر من الكمية انا راح نكيل لكم يعني كدة هدرت جاتني الباطة هذي نفسها نفسها تاع الكريم كراميل جاتني جاتني اثنين علب و مغرف كبيرة حوالي مغرف كبيرة زايدة انا مرفكي نشرب عشرة لاف يعني نلوحها كامل هكا مع الكريم كراميل و نبدأ نخطق فيها حتى تولي الكريمة تهبل برينا بزاف هذي الكريمة شوفوا يعني بعد فترة تولي لكم كيما هكا اي جي عاقدة و مليحة اي جي عاقدة و مليحة ما جيش يعني هكا كرام شانتي اللي مديرة بزاف جي شوية عاقدة يعني شوفوا كيف هجي و جي بنينة بزاف هذ الكريمة يعني ما شاء الله سوقت ب دوكات التغميسة و رح نضيره ناس كافي مع شى هو Perdops للسكافي بتقدي لها ناس كافي لما عندها شد قهوة عادية المعار السيطين سوقت لها انا دائمان في الليل بيnels ايمدي غض المزيد بخشي نجد كافين انتم لا تحباو تدير واحدة القهوة العادية تاعة البريس طيب بها فى البريس واخدمي بها عادي و بعد نجد تشكيل تاع البيسكويت و شوفوا ميحل تشكيل تاع البيسكويت و بعد نجيب الطرف تاع الحبة الثانية نجدها أحدها هكا بش نتحصل على هذا الشكل شوفو دائما الحبة الأخرى الوجه الأخر نجيب النص نجيب النص نجيب النص ها اشتو ها اعلى مرمزتش البيسكويذورك على خطر وكان نغمس ونحصل فيه يعني ولي يطره خلاص ويولي تفتت ما نقدرش نتحكم فيه هكا وكان نغلت في الشكل ولا حاجة على خطر هنا سبع حبات الولين هما اللي راح ندير بيهم الشكل تاعي راني يسما درتها من قبل هذ قلتلكم هذ الكيك جربتها وحدة وكلش وجربت الشكل هذا ودرت وعود ومن بعد باش حطتها لكم يعني جات بنينا ما شاء الله تاكلوا منها ما تشبعوش هي ممكن تجيكم شوي زايدة حلوة على خطر فيها الكريم كراميل هذك بكله حلو كريم شانتي حلوة والصوص كراميل ثاني حلوة ممكن تجيكم زايدة حلوة واذا يعني تشتيوا الحلوة راح تعجبكم بازال وشوفوا واني قسمت في الوسط به يعني خطر ما نقدرش نجيب البيسكويين حطه في الوسط مباشرة يعني قطعته هكا وقدرته وقتلكم عليها ما غمستش على خطر اللي تفتتلي ذركها في المرحلة الثانية بعد ما ندير الكريمة هكا بعد ما ندير الكريمة هنا في الطبقة هذي ندير فوق هالكريمة نقدر نغمس مباشرة البيسكويين ونحطه فوق الكريمة مش كما هكا نسقيه اهمتوني هنا سقيتوا على خطر وقدتلكم خفت لا نغلت في الشكل ونحب أنا نبدل الحبة يعني ولا نهزها نبدللها بلاستها ولا نعدلها هي تفتتلي تروح ليفتت منعلى بيها المرة اللولة هكا ديروا هكا المرة اللولة يتحرك لكم ممكن شوية البيسكويت وما غمسوهم ليح بارك كما نقولو احنا رشوهم ليح بالقهواب اهم يتحركش يعني يلصق في هذك في اي حاجة يعني يحطيتوها فيه يلصق يلصق لك ونبصح في مبعد وليك سهلة خلاص ولي تتبعي غير البيسكويت تحتاني تحطي فوقوا طبقة الفوقانية شوفوا دكت شوفوا هنيا كفاشت ولي سهلة خلاص هنا يتحرك لي شوية البيسكويت في المرة اللولة هنا شوفوا سهلة وكنت نقدر عادي نغمس البيسكويت في القهوة ونحطوه بلا ما نبقى ندير فيه بالمغرص هنا لخطر يعني الشكل اراني عينتو وخلاص يعني نقدر ذوكا البيسكويت تغمسوهم مباشرة وتحطو هكا فوق واحدة فوق خطها بهتدي الشكل بارك وشوفوا ذك الشكل جاكل مروا حاجة ما شاء الله يعني بدون قالب بدون كل شي لا فرن لا قالب لا ولو يعني كل شي ديره وحدك يعني بلا ما بلا ما التعبير رح في السخانة هذي ولا طيبي جنواز ولا يعني احنا اصلا ذوكا نحاولوا قدر الامكان انما نطيبوش حاجة في الكوشة ولا حاجة في الطابونة يعني قدر الامكان على خاطر يعني يسخون الحال بزاف وماذا بينا دائما حاجة هكا بارد في بارد يعني يجي ما شاء الله هكا بعد ما كملت ربع طباقات انتع البيسكوي وكملت يعني طباق الاخراض وكان فينيها شوية هكا يعني قدرتها كيك يومي ما هيش يعني الحفلة ولا اي حاجة ديروها فيني وها قدما تقدروا وخلاص يعني موش محتم تضال وتفيني وديروه مهمة كي راح تحطيها العائلة في اللي اللي يسهروا بيها ولا حاجة وفراج شوفوا الصوس كارامل كيف هجت جد سخف انا عجبتني بزاف يعني الصوس كارامل هذي ويعني بكري تعجبني من احسن اللي صوس اللي نخدمه وتقدروا اذا بغيتوا هاد البنان تحت تكون شوكو ذوبوا عادي يجيكم هكا كشغل طعم البراليني هكا ذوبوا عادي السكر تاعكم ومبعد زيدولوا الاخر زيدولوا الكريم تاع شوكو كيما نقولو احنا فلان شوكولات كيما نقولو دانات تاع شوكولات جيكم تاني واحد الصوس تهب صوس شوكولات كارامل هكا جيكم خلطة مسح جيكم هايلا ومبعد درت الآخر زينت بالكوكو ايفيلي وانتو ما تزين يرجع لكم توم يعني كيما تحبو دوكم قطع لكم طرف تشوفو هكا فهجات جات كل مرواحة شكل تاحها هكا بدون قالب يعني انت تفكري وحدك وتدري الشكل اللي يعجبك تحبو تدروها مستطيلة عادية هكا ولا مربعة ديروها انا هكا حبيت نختارها هكا شكل وندير شكل جديد بدون قالب لما نشري وقالب جا كأنها يعني مخدومة في قالب وهي وهي بدون قالب شوفو كيفها تجي جي هايلا وطريا كأنها يعني شوفو بنتها بنا هكا بعد بنتها بنا يعني ما نحكي لكمش على البنا جي بنينة بزيف شوفو الطبقات يعني الطبقات تحها جي كأنها جي نواز فيها ربع طبقات عادي يعني وجي طريا وشيشة وبنينة بزيف ما تشبعوش منها يعني هذا هو الشكل النهائي ان شاء الله تعجبكم السيي وهاقليولي جاموا التعليق باش تدعموني ويطلع الفيديو تاعي شوفوه اكبر عدد ممكن من الناس خليتلكم الخير والسلام شكرا